شاهد ما الذي قالته هذه الشمطة المدعوة بماغي خزام أن الزلزال الذي حدث للمسلمين كان من قبل المهلك أو من قبل الرب الذي تعبده ماغي خزام قلوا شاهد الفيديو تدعي أن ما يصيب المسلمين هو لأنهم يدفعون الإله الخاطئ وأن إله النصارى هو من عاقبهم وهذا الزلزال الذي حدث هو بفعل المهلك الذي تعبده ماغي خزام بعيدا عن أنها تشمت بدماء المسلمين فلنناقشها بعقلها الفارغ هل تعلمين أيها الغبية أن ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا لم يكونوا كلهم مسلمين فمنهم النصراني والملحد والمسلم وهل تتوقعين أن عندما يأتي الزلزال سيسأل الناس هل أنت نصراني فينجيه وهل أنت مسلم فيقتله جميل وإن سلمنا أن الزلزال ضرب أراضي المسلمين والنصارى يعيشون بأمان واطمئنان لأن عقيدتهم صحيحة فما رأيك بالعاصفة التي ضربت أمريكا منذ شهر وذهب ضحيتها ألاف النصارى هل رأيتهم أم أن عقلك الفارغ المسموم لا يرى إلا الحقض على المسلمين وما يحدث لهم تتقيأ السم على الإسلام وتدعي أن الله محبة وتحاول أن تدعي أن دينها حق بأدلة واهية وهذا دليل على ضعف معتقدها وركاكة دينها